نرجع تاني ليه بيتسو موسيماني وتصريحاته اليوم بيتسو موسيماني قال تصريحات النهاردة على بودكاست كده زي راديو اتكلم فيه عن علاقته بالنادي الاهلي والوضع حاليا مع النادي الاهلي وده اللي كنت بدأت به الانترو النهاردة تحدث كثيرا جدا عن قصة تجديد التعاقد هم سألوه او انت هتجدد عقدك ولا لا مع النادي الاهلي قال انه طبيعي هجدد عقدي وانا متأكد ومؤمن جدا وواصق ان انا هجدد عقدي مع النادي الاهلي وقال بهزار كده شوية انه لو ما جددوش عقدي فانا هقول للمدرب اللي جاي كل البطلات اللي انت هتكسبها دي يعني بهزار يعني كان بيتحك ان كل البطلات اللي انت هتكسبها الفترة اللي جاي دي ما لهاش لازم هتفاجئ لو انا ما تجددش عقدي هو الطبيعي انه موسيماني هيجدد عقده والطبيعي انه الاهلي حسم هذه الامور والطبيعي انه الامور وصلت لمرحلة نهاية بين المدير الفني الجنوب افريكي والنادي الاهلي دي نقطة مهمة جدا 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 حسمت الامور وحسمت الحكاية وانا اعتقد انه خلاص الامور قضي الامر فيها عشان الكلام كتير الفترة اللي فاتت والكلام كان فيه تلميح انه بيتسو ممكن يمشي الاهلي مش عايزه لا بيتسو هو اللي عايز يروح عنديا طيب اقول لكم التصريحات نصا كمان هم عانا على الشاشة اقول لكم بالزبط كل تصريحاته النهاردة المدير الفني للنادي الاهلي ليه انزا وسط البودكاست في جنوب افريكا قال انا واثق من تجديد تعقدي مع الاهلي ولكن اذا لم يحدث ذلك سأتفاجأ وقتها سأقول للمدرب الجديد لا اعرف ماذا عليك تحقيقه من اجل الاستمرار طبعا طبعا يعني بطولات بالجملة المسلماني مع النادي الاهلي اذا حصلت على فرص التدريب تشيلسي رسالتي الى اللاعبين لن تختلف عن تخيل المدير الفني لتشيلسي طبعا رغم التعادل مع الهلال السوداني ولكن العبرة بالنهايات وليس بالبدايات العديد من الفرق مرشحة للفوز بدور ابطال افريقيا مثل الزمالك والترجي والساندونز تعاقدنا مع لعبين مميزين لديهم الشغف في كتاب التاريخ لهم مع النادي الاهلي قال كمان ان احنا لا نملك محمد ابو تريكا او محمد بركات اواء الجمعة والجيل الحالي كتب التاريخ بفوزه بدوري الابطال وبرونزية مونديال اندية مرتين والجيل السابق للاهلي هزم من منتيري ولكن فريقي فاز دون تسع لعبين كانت كان يرغب في التحدث مع الو ديانك وليس التقاط صورة معه فقط الو ديانك يمكنه اللعب فيه الدوري الانجليزي وارسنفينجر ابدأ اعجابه به ارسنفينجر طبعا المديل الفني الكبير السابق لنادي ارسنال محمد عبد المنعم يمكنه اللعب فيه اوروبا فهو لاعب اوروبي اتفق معاكم مدافع كبير كارة اوروبا تستفيد من الافارقة وهناك لعبون مثل ساديو ماني ومحمد صلاح اي مدرب يتمنى التدريب في الدوري الانجليزي تصرحات حلوة تصرحات حلوة المرة دي تصرحات حلوة حتى لما قالي القصة بتاعت انه يعني حشفك على المدرب الجاي لو انا مشيت كان بيقولها بيهزاره بضحك حتى باين ده في صوته انه هو كان بيدحك ما كانش عنده ازمة وكانش عنده مشكلة وزي ما قلت لكم الامور حسمت بأكد لكم ان الامور حسمت كاتفاء طبعا لسه ما فيش توقيع رسمي وفيش اعلان رسمي عن هذا الامر ولكن كاتفاء مسيماني راضي على شروط الاهلي والاهلي راضي على شروط مسيماني والامور خلصانة بنسبة كبيرة جدا تتخطر 99% ما بحبش اقول مية في المية الا مع الاعلان الرسمي من النادي الاهلي